كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وكل لحظة وانتوا طيبين في ذكرى 30 زفت اللي هي كانت من هندسة المخابرات المخابرات الحقيقة بتدي الأوامر لكل أركان نظامه أنهم يطلعوا يمجدوا في الثورة العقيمة 30 يونيو وما ينسوش هم بيتكلموا عن إنجازاتها أنهم يستحضروا طبعا فزاعة الإخوان والإنجازات إنجازات اللي السيسي عملها في الدولة وإزاي حط مصر على الطريق الصحيح حاجات دي يعني بعد ما كانت رايحة في سكة سوريا والعراق وحولها الدولة حديثة زي البرلماني أيمن محسب أيمن محسب بيقولك ثورة 30 أيمن طبعا ما أنت بقيت عدو برلماني أنت كنت هتشوفه تجبيرك كنت تركب عربية ميكروباس بالنفر دلوقتي بقيت عدو برلماني أو حاجة جامدة جدا الدولة الحديثة اللي كل إنجازاتها أنها تخلصت من حكم الإخوان وخلصت الناس من فشل الإخوان ونظامهم في إدارة البلاد ومن الحكم الاستبدادي والقبضة لهذا اللي كانوا بيأسسوا لهيها الإخوان اللي لدينا ده اللي قاله فريد زهران تخيل فريد زهران اللي كان مرشح اللي كان كومبارس مع السيسي في المسلسل الأخير اسمع أعتقدنا كانت لازمة أن الإخوان عملوا مجموعة من الممارسات والمواقف والإجراءات والسياسات تؤكد أنهم بصدد عادة بناء نظام استبدادي مع كمان تغيير هوية الدولة من دولة ذات طبع مدني إلى دولة ذات طبع ديني وهذا معناه ببساطة إطفاق قداسة دينية على استبداد هو في جوهره يفترض أنه سياسي لكن مع إطفاق قداسة دينية على هذا الاستبداد السياسي يصبح التخلص من هذا الاستبداد السياسي أمر يكاد يكون مستحيل يعني أنت هنا باعتبارهم ما بتعديش البشر يعني أنت مش بتتهم بأنك معارض للنظام ده أنت كافر فكافر يسهل عقابك ويسهل التنكيل بيك وأبزر مكلامة يا بويا مكلامة قال لك كانوا بيسعوا لفرض نظام استبدادي وكانوا هيغيروا هوية الدولة ماليه بس الحمد لله دلوقتي عندنا نظام هش يعني جميل ماليه يا فريد فريد أبض أصله على أنه ياخد علافاه فريد ده أبض عشان يطلع كنبارس يعني وبعدين إيه بقى مش بس فريد زهران لا ده البابا توادرس اليومين دون ممرمطينه بقى طلع يكمل دوره في الحجوم على الرئيس مرسي اللي بحها لا يبغوا شلتين وكانها يبيع سينا اسمع جدت زورنا رئيسة المفاوضية الأوروبية كاترين أشتون زورت قدستك هنا كان وياها وافدة كبيرة وبعدين بتتناقش ويايا بتقول لي إزاي شخص جاي عن طريق الصندوق الفوتينج إزاي تشيل إزاي يعني هيترفض إزاي ترفضوه كويس فبتلت أتكلم وياها إن مش دي طبيعة مصر مش دها حكم مصر وبتكلم كلام عام الستة مش مقتنعة فقلت لها خلال السنة دي حبيت بقى قلب الموضوع بطريقة يكون فيها نوع من السخرية فقلت لقاتي قلت لحضرتك في أول السنة أول السنة في سنة الحوكم دين في جزء من مصر اتباع وكنت أقصد جزء الجانيوبي اللي هي شلاتين وحلاتين وكلام بالضبط بعد خمس ستة شهور في جزء تاني كان هيتباع اللي هو سينة فقلت لها خاف تيجي تزورينا المرة الجاية تراقي القاهرة طبعا الستة دحكت والوفد دحك وانتهينا على كده وكانت الإجابة دي برضو دالة أنا احتراما لمشاعر الإخوة الأقباط في مصر مش عايزة كان عليك وعيش بس انت عايز تقول انت بتعترف بعضمة لسانك انك كنت خاين وبلغت كاترين أشتون ان السيسي ان الرئيس مرسي ما ينفعش يعني انت بتعترف انك كنت جاسوس ده واحد رقم اتنين بقى بتقول لها ده باع حلايب وشلتين وبيبيع سينة بعد مرور عشر سنين انت مش محتاج للأطراف أنا بسألك بعتبرك مسيحي صالح مش محتاج تروح لأسيس تعترف وتقول له أنا غلط لأن الدولة معاكم من عشر سنين أين هي الوسائق اللي أثبتت ان الرئيس مرسي باع حلايب وشلتين وكان بيبيع سينة حلايب وشلتين موجودة والسينة موجودة ده يعني معلش كده افتح اول صفحة من العهد الجديد من الانجيل المسيح بيكلمنا عن الكذب والزنا والحاجات دي ده مش كذب قدست البابا نيافت البابا تودرس ده مش تحريض طيب انت بتحكي ليه كاترين أشتون عشان ايه الامريكاني الدخاله يعني ده انت التصريح ده كارثي التصريح ده كارثي واللي عملوه البابوات اللي قابلك من وطنية انت مسحته باستيكا يعني انت بتعترف انك انت عدت مع الولاية كاترين أشتون دي الامريكية قلت لها ده باع حالية بوشلاتين اتصرفوا ده باع سينة ده انت جايز تيجي المرة الجاية ما تلاقيش القاهرة طيب ما عدنا عشر سنين يعني سيبك منك انت كنت بتحرد الامريكان على النظام بتاعك سيبك منك انت كنت بتحرد الامريكان على التدخل في شؤون مصر وانك يعملوا انقلاب على الرئيس بتاعك اللي جاي بانتخابات سيبك من دي طيب بعد عشر سنين دي الوقت فين الوسائق اللي انت تكلمت منها ولا انت زيك زي اي عجلاتي مسيحي او مناجد تقول اي كلامه خلاص لأ المفترض يا حضرات ان الشخص ده مسؤول واي شخص مسؤول في اي مكانة اي كلمة خارجة منه بتحسب عليه وده الفرق ما بين الشخص اللي بيتولى منصب رفيع المستوى انه بيحسب على كلامه وده اللي علمه لنا ناس كتير جدا عدد في حياتي منهم الدكتور صلاح كنصوها استاذي في اكاديمة الفنون اللي علمنا انك انت لما تتكلم وتقول رأيك خاف خاف وانت بتقول رأيك عشان كده تقول اعتقد اظن ربما عشان احتمالات الخطأ لكن ده انت عدت مع الولية ويا ابني ده يا ابني يا ابني ده هاتي الانجيل ده التوراة يا بابا ده التوراة انت جايب التوراة انت بتعرفش فرق من التوراة والانجيل عشان مسلم ليه جايب لي سفر التكوين سفر التكوين ده التوراة يا بابا ده العهد القديم عدي هاتي العهد الجديد انت جاي تقول للست انه مش هينفع وهيبيع البلد وبعد عشرة سنين فين الورق فين الورق ايوة الاصحاح الاول انجيل متى الله ينور عليك يا سلام عليك هاتي الكذب بلاش الوصاية العشرة تعموسة ما بيكلم عن كذب ده مش كذب بعد عشرة سنين والبلد كلها بقت في ايديكو كده فين الوثيقة اللي بتقولي ان مرسي كان هيبيع فين الوثيقة فين الاثبات اللي كان بتقولي ان مرسي كان هيبيع سينة وحلايب وشارتين وكان ما دورها بيع حلايب وشارتين ايه انت فكرتيني يعني انت يعني يعني انت انت كنت متكلم كاترين اشتون وبتحكي لها اكاذيب والسيسي كان بيكلم احد الجنرالات في المنطقة الامريكية ويقول لهم لا خلاص مش سيسي له فيديو كده بيجو مش سيسي له فيديو بيقول قابلني شخصية عسكرية امريكية قبل ترى تشور من الانقلاب بتلقى الموضوع خلص يعني انت والسيسي السيسي شغال عسكريا بيقول الامريكان انه احنا مرسي مش عايزينه وهو وزير دفاعه وانت قاعد على كرسي البابوية بتقول لكاترين اشتون احنا مش عايزينه وعايزين لمشي انت كنت عايشينه ازاي طب بعد عشر سنين لما شفت السيسي بيبيع راسي الحكمة وبيبيع راس جميلة وبيبيع سيران وصنفير وبيبيع حقول بحمة واصل ما تكلمش ليه ما تكلمش ليه ولا ام باترسن دي ما تكلمش ليه اشمع انه رحت قابلت الولية ام باترسن قوت كاترين احنا قلت لها انه الراجل ده ما ينفعش ليه فين المستندات بتاعتك ولا انت بتتبلغ الراجل اللي مات كده واعد بقى مجعوس قوي كده تقول لها وقلت لها حاجات وتضحك ودمك خفيف قوي قدست البابا انت عارف ان اللي بيقرج بين الشفاء ده بيتحسب على البني آدم فبالك لو هو مسؤول ومسؤول له له مكانة دينية وروحية رايح تقول للست انه هيبيع حلاب وشلاتين وهيبيع سينة ويمكن ترجعه وبتخف دمك بقى يمكن ترجعه المرة الجاية ما تلاقوش القاهرة ما هي موجودة حلاب وشلاتين انت بتحرض الاتحاد الربي والتاني حرض امريكا يعني انتوا شغالين يعني انتوا شركاء لهذا الانقلاب انت وعفتاح واحد بيكلم الامريكان يقول لهم انه خلاص ده هيمشي وانت حضرتك بتكلم الاتحاد الربي بتقول لهم ده بيبيع ويعني ويعني الاتحاد الربي يقلبه على شلاتين قوي الاتحاد الربي يقلبه على سينة قوي انها ما تروحش من مصر يا الاتحاد الربي مصري كده قوي ايه له هبل ده انا والله يا خدست البابا احترامل لمشاعر الاخوة والاخباط مش عايز اتكلم عنك وحش بس الحمد لله انك انت اعترفت بلسانك وسيظل التاريخ يذكر هذا الفيديو ان البابا توادرس كان متواطئ بشكل قذر في الانقلاب ده التاريخ هيشلك الفيديو ده وده اللي تكلم عنه الباحث احمد مولانا وقال ان توادرس دلوقتي بيدعم اللي باعت ارانو صنافير ورأس الحكمة زي ما كتب كده في البوست بتاعه اهو بص توادرس باع الراجل استنى اجيب لك هنا التانية دي عشان بس تبقى ايه اهو في روسيا اليوم وفي فيديو في فيديو كمان موجود استناني كده عشان بس ابعتلك دي كده هنا في فيديو موجود لدي بيقول الاستاذ الاستاذ احمد مولانا ابعتلك بس الفيديو ده خد هدي خبر اهو الاخ السيسي راح قال قائد المنطقة المركزية الامريكية وقال له ان وقال لان باترسون كمان في 2011 ان تترخ الى جامعة الاخوة كشف رئيسة روسيا عن تفاصيل حوار اجراء فاكر الحوار ده مهم يقولك توادرسي اعترف بتحريد والاتحاد الاوروبي على الاطحة بالدكتور مورسي من الرئاسة ويقدم حججا متهافتة بان مورسي باع حلاب وشلاتين وكان سيبيع سيناء بينما اليوم توادرس يدعم ويبارك من باع تيرانو صنافير وراس الحكمة وفرط في مياه النيل السؤال بقى قدس البابا المبجل ليه ما بتتكلمش الاتحاد والربي دلوقتي عن مفجر ثورة الغاز وراس الحكمة وراس جميلة والوراة ما بتشتكلهمش ليه ليه ما اشتكلهمش الراجل اللي راح مضى النيل في الخرطوم وباعناه ليه ما اشتكلهمش من الراجل اللي باع الشركات والمصانع الربحانة ده ما سبش حاجة يا راجل ليه ما قولت لهمش عن الراجل اللي تنزل عن النيل لأسيوبيا وخلى حسة المواطن المصري من المياه تحت خط الفقر المائي زي بقول الخبر ده الملء الخامس هزي تسبب تراجع المياه في مصر ليه ما قلت لهمش عنهم دي وزير الرأي المصري بقول ليه تراجع الدين اللي بعده تراجع نصيب الفرد الأقل من خط الفقر المائي ليه ما هشتكلهمش منه خدستك الدولة الحديثة اللي كانت من سماربول كانت بتبيع أراضي المسلمين الخالجيين يعملوا عليها مشروعات ترفيهية ليه ما قلت لهمش عن الراجل اللي طارد الناس بتوع جميلة بتوع برسعيد وجزيرة الوراء خبرهو مدبولي خطة زمنية لأعمال الإخلاق والتعويضات ومشروعات التأطوير بجزيرة الوراء تتم متابعتها إسبوعيا ليه ما قلت لهمش عنه مع الأسف مع الأسف مع الأسف قدست البابا طوادرس بيثبت أن الكنيسة المصرية تواطعت في تدمير مصر في 30 يونيو الكنيسة اللي كان لها تاريخ عظيم الكنيسة اللي كان لها تاريخ في 19 في صورة 19 لما بقى على رأسها البابا طوادرس بقى خلاص بقى مصر عشان بيبني شوية كنايس من غير تليفون من غير وراء قدست البابا طوادرس واقف مع السيسي اللي بقى النيل واللي بقى ترانيو صنافير واللي بقى رأس جميلة واللي بقى رأس الحكمة واللي ضمر الاقتصاد المصري عشان بس بيبني كنايس من غير وراء يعني من أجل مصلحة فقوية لبناء عدد مهون من الكنيس قدست البابا واقف مع السيسي اللي بقى النيل وطلع بعد عشر سنين مش يعتذر لا طلع بيعترف بدوره ثورة 30 يونيو اللي انتوا بترواجوا لها دي رسخت نظام الطبق في مصر وخلقت نوع من المماليك الجداد بتوعى الجيش والشرطة والقضاء أسياد والباقي عبيد يتعاملوا معاملة غير ويكون لهم أماكن خدمات غير بتاعت الشعب وده اللي عمل وزير العدل إنشاء نيابة مرور جديدة لعضاء الجهات والهيئات القضائية ما يبقوش معانا ما يبقاش مع الشعب تخيل أهو أدي الخائنة هو كان بيكلم أم باترسون وإنت بتكلم كاترين أشتون عندك يا بيب بيقول لها الإخوان هيتطلعوا يمسكوا والشعب هيمشيهم وحضرتك بتكلم لتحده رب تقول لهم إنه إنه بيبيع الراجل بيبيع يعني أنتوا الاتنين كنتوا ما شاء الله فريق يعني أنت زي يجزع فتح السيسو الزبط اللي هيذكر في تاريخ مصر على إنه أوسخت من مر على الكرسي ده ده ملوش حسنة ده ملوش أي حسنة تخيل حضرتك طلع تعترف بعد عشر سنين إنك كنت متواطئ ومحرد وبتبلغ عنه لتحضر ربي يا راجل تم تعتذر تم تقول لنا أنا آسف تم تقول تقديرتك تخطأ هي دي مصر مصر بالنسبة لك كناس جديدة لكن مش الليل مش رأس الحكمة مش حقول بقى متعصت مصر كلها بالنسبة لك إن السيسي بيجي لك الكنيسة في الأعياد هو ده اللي انت كسبته بقعت البلد يا عشري عسن بس السيسي بيجي لك الكنيسة الكنيسة يا أخي عد على الكرسي ده بابوات كتيرة جدا في تاريخ الأغباط لو عملوا كده بس كانوا يمشوا على دهب بس للأسف مصر البلد بأوسخ شخصيات قدي تفضل بقت نيابة برون لوحدهم قدي حسنات وكل يوم بيتأكد إن ما فيش حاتم بيتحاكم أو زي ما قالي السيسي ما فيش الضابط يتحاكم وهتلاقي ده في قصة قتيل مطروح اللي طلع منه خلاص الضابط طلع منه والقاضي اعتذر قاضي محكمة ضابط مطروح المتهم بقتل يعني تعناحها لاستشعار الحرق المنصة بتقول إن خلافة تقاريره شهادات الطبيب الشرعي تبرق الضابط المتهم بقتل ضحايا خلاص مش بس الضابط إن ده ما كمان الحش اللي في ركابهم ودي من أنجازات 30 يونيو ها بتخلي اللي ضهر ما يتعاقبش ما يتحبس زي المواطن الغلبان وده اللي حصل مع الأستاذة الأمورة السندريلا غادة والي اللي قضيت سرقة لوحات المترو خلاص الحكم تلقى بحبسها وغرامة مالية وخيرسة الليلة بس بس كده إلغاء حكم الحبس خلاص خلصت إنما الحقيقة يعني أحمد التنطوي تقبض عليه عادي اللي بتكتب بوستر بتقبض عليه عادي من نشالة بيجاية بمقدرات تتعدي عادي ومحكمة وسجنة وبتاع بس خلاص مفيش حاجة طبعتنا كم فرصة أخذتها غادة والي من ناس مجتهدين بجد كم واحدة بريئة في سجون السيسي بينما غادة والي بتاخد براءة عن جريمة واضحة ده ارتكع بتعدة جرائم في القصة دي أنا كان رأيي في البرنامج ده إنه غادة والي مش هيلة تحاسم لوحدها ده في شخصيات معاها لازم تتحاسم لأن الشخصية اللي رأست عليها اللي كلفتها بالمهمة دي دون أن تكون غادة والي عدو عامل في انقابة التشكيليين لازم تحاكم غادة والي ما كهيتش عدو في انقابة التشكيليين وخرجت السيدة النقيبة وقتها قالت غادة والي مش عدو عندنا طب مين اللجنة اللي خلتها تركتها ما نعرفش واحد بقى استزرفها تليفون من عباس كامل خلصتها الليلة وخش تسرق عادي جدا وتطلع مع عمري دي عمري دي بتقول العصفورة على حورس حتى حورس مش عارفة إيه اسمه بتقولك العصفورة أنا حط عصفورة ما حطتيش بقى بغان ليه وأنه جيب لك حمام تعطيه حورس بقى عصفورة مش عارفة حتى العصفورة من الصقر يعني انت مش عارفة حورس ماشي اهو جاهل بالتاريخ انما مش عارفة ان حورس مش عصفورة حورس صقر فيه فارق كبير ما بين الصقر والعصفورة ما فيش عصفورة غيرك كم بنت وكم ولد وكم طفل النظام المجرم ده ضيع مستقبلهم بس تصدر لنا أمثال غدا والي لجنة حقوق الطفل بالأم المتحدة مصر تصر تمارس تعزيب والضرب ضد القصر بالمعتقلات دي جمهورية 30 يونيو خلاص البابا هي جمهورية الضلمة جمهورية قطع النور والاستبداد والكذب والديون والفقر زي ما شرحت لك ده في أول الحلقة وعيب قوي ان الناس زي طوادرس والمفتي ووزير الأوقاف يستمروا في طورية مناصبهم الدينية ويبقى كل مهمتهم غسيل ايدين المجرم من الدم عيب قوي عيب قوي دار الإفتاء المصرية تتحول كل مهمتها لأنها تغسر رجلين المجرم وإيه عيب قوي ان وزارة الأوقاف الإسلامية تحول كل المساجد عشان تنظف مؤخرة الكلب عيب قوي ان كنيسة المصرية بتاريخها تسخر لخدمة مجرم عيب قوي بص انت كنت زي السيسي كده اسمها السيسي كان عليك في مصر هنا بطمنكم ان دعمكم لينا ومسنددكم لينا في خلال السنوات اللي فاتت اتصور انتم نربي قوي شايفينه كويس شايفينه بحالة من الاستقرار في خلال السنوات اللي فاتت أتصور انتم رضينه وشايفينه كويس شايفينه بحالة من الاستقرار مش استقرار أمني شوفوا ما فيش برضو ده مهم ان اقوله ما فيش حد يقدر على الشعب المصري يعني يفرض عليه يعني القبضة يقولك قبضة امنية شعب المصري ما يقضش كده طب انا هخرج خارج السياء خارج صحيح في يوم وكلام ده مسجل في محاضر اسمي انا بدأتش معكم فالسفير الامريكي بتقول لي في 2011 مين اللي ممكن يحكم مصر فقلت لها انها هيحكم مصر الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين قالت لي طب واحدين قالت لي ليه قلت لها الشعب المصري ده شعب لا يقض بالقوة ما يخشش الجامعة والكنيسة بالعافية ما يخشش الجامعة والكنيسة بالعافية فانا عايز قول بس ان ايو ده اللي حصل وده الكلام ده بتسجل في محاضر اسميه اللي انا عايز اقوله هنا في مصر بطمنكم ان كل دعمكم لينا انتو بتقدموا دعم لدولة فيها مئة مليون انسان وده اعلى درجات حقوق الانسان وزا ما انتو شايفين حلم نتعمل بمنتهى الشفافية تخيل يعني انتو كنتو شغالين عصابة على الرئيس مرسي من تحت لتحت بس ربك عادل تدفع التمن غالي حلمت ان انتو تحكموا مصر انت والسيس يا قدس البابا هديكو حكمتوها النتيجة ايه بقى ده عشر سنين جوع هلاك عطش غلاء انهيار للجنيه بيع النيل بيع كل حاجة مصر انتهت ومش في العشر سنين دي بس ما حدث في العشر سنين هتدفع تمن واجيال جاية كتير جدا انا لا اتمنى ده بس ده الواقع انا مش عاملك زي لالعب مجيد وقعد يدجل عليك الواقع بيقول كده ان اللي حصل في العشر سنين دول لما مسكتو مصر انت والسيس يا قدس البابا هتتدمر هتدفع التمن الاجيال لعشرات السنين القادمة الديون بس لو مشيت بانتظام في دفعها هتخلص الفين سبعين تقريبا هديكو مسكتو حكم مصر مش حلمتو بيا مش تمنتوها مش لعبتو ألعاب وسخة على الراجل اللي كان قاعد مش دريان بالدنيا ده النتيجة ايه بقى البسوها بقى على رأي الرئيس مبارك لما قال المشير اشبع بيها اشبعوا بمصر بس لما تطلع عليكم الناس تا كلكم باش تنو حد اشتركوا في القناة